أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة أن ما تليه الحكومة الموقرة من عناية واهتمام بسلامة وصحة العمال نابع من حرصها على العنصر البشري لكون الإنسان المحرك الأول للتنمية في مفهومها الشامل ومن حيث تحقيق إنتاجية ذات كفاءة عالية وقال معالي بمناسبة تفضله برعاية حفل افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار نحو إدارة فعالة لمخاطر بيئة العمل قال إن تطور غير المسبوق الذي تشهده وسائل الإنتاج يستلزم تسخير كل الجهود عبر سن التشريعات اللازمة ومراقبة تنفيذها بدقة ومخالفة متجاوزيها وتنظيم الحملات التوعوية وتكثيف الدورات التدريبية وتعزيز دور إدارات مخاطر بيئات العمل في الشركات والمؤسسات وذلك بهدف التقليل من معدلات الحوادث والإصابات في مواقع العمل وأوضح معالي الشيخ خالد بن عبدالله أن ما تثبيته الإحصائيات من نففاض في معدل الحوادث المهنية في مواقع العمل على مدى السنوات القليلة الماضية يعكس نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل حماية العملين من الأخطار التي تهدد سلامتهم ومن بينها إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مدى يومين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ويوم العمال وقد حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعويين إلى جانب أكثر من ثلاثمائة مشارك من المختصين ويناقش المؤتمر محاور عدة من بينها أثر القيادة الإدارية الناجحة على تطوير ثقافة السلامة في المنشآت وعلاقة مبادئ السلامة والصحة المهنية بعولمة الاقتصاد والقدرة التنافسية وفعالية خطط برامج التدريب والتأهيل وكيفية إدارة خدمات بيئة العمل في السلامة والصحة المهنية وأولوية استثمار العنصر البشري من جانبه على سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في كلمة له خلال حفل الافتتاح أن الإحصائيات قد أظهرت انخفاضا في معدلات الحوادث المهنية والوفاة بنسبة 50% مقارنة بمعدلاتها في السنوات السابقة منوها في هذا الصدد بمدى تعاون مؤسسات القطاع الخاص مع الوزارة لتعزيز مبدأ الالتزام بحماية العنصر البشري بعدها تفضل مع علي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بتكريم الشركات الراعية للمؤتمر ورؤساء الجلسات كما تفضل مع عليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على أبرز منتجات الشركات المحلية والخارجية وأعرب مع عليه عن تمنياته للقائمين على هذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح في كل نسخة يحرص مؤتمر ومعرض السلامة والصحة المهنية على إيصال رسائل عدة بين أوراق جلساته المتنوعة والمتوحورة حول رفع سقف الوعي المؤسسي بأهمية السلامة والصحة المهنية من باب الضرورة الحتمية القاضية بتوفير بيئة عمل سليمة وصحية تتوافق مع اشتراطات العمل النموذجي يعني علم الصحة والسلامة المهنية علم متطور الشركات عالمية تنتج أحدث الوسائل وأساليب القياس وتستحدث إجراءات عديدة في مجال حماية العمال وحماية بيئة العمل وحماية البيئة المحيطة أيضا بالمنشآت نحن نواكب هذه التطورات وندعو الشركات العالمية لكي تلتقي من خلال معرض متخصص اليوم فتتحنا لتعريف الشركات بأحدث الوسائل الكفيلة بحماية قواها العاملة وبيئة العمل في حديث الساعة وعند كل ساعة وتماشيا مع سياسات العمل اللائقي دائما ما تنادي المؤسسات المختصة بالوسائل الحماية المتبعة في طبيعة مزاولة المهن المختلفة إلى أهمية تعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات المتعلقة بهذا الخصوص بالشكل الذي يحقق الأهداف الوطنية عبر الحفاظ على سلامة الموارد البشرية ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات المضمون الهادف لتلك الضرورات يعكس حجم الرعاية للدور الهام الذي تلعبه أطراف الإنتاج كافة في العملية التنموية اليوم مجال الصحة والسلامة المهنية هو حديث الساعة من صاحة تعبير على مستوى العالم ونحن في منظمة العمل العربية لدينا مركز متخصص في مجال الصحة والسلامة المهنية ولله الحمد وفقنا في مؤتمرنا الأخير الثالثة والأربعون المقام في القاهرة بإنشاء معهد عربي وسيكون مقر بإذن الله في القاهرة من معهد منظمة العمل العربية ورح يعني يكون لها نصيب الأسد أو النصيب الكبير إن شاء الله لهم وضوع السلامة والصحة المهنية لأنها فعلا هي أساس العمل اليوم ثلاثمائة مشارك من مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية رغبوا في الاطلاع على أحدث السياسات النظرية والعملية الحديثة التي طالت مجال حماية القوى العاملة والجهات التي يعملون لديها نحن حريصين نحن نشارك مثل هاي النوع من المعارض من أجل الشراكة المجتمعية وتعريف الناس بأمور السلامة من خلال مشاركاتنا في عرض مجموعة مثل ما تشوف مجموعة من البروشيرات توعوية لوحة المعدات السلامة أهمية يعني الوعي مو بس الوعي في الشركة عندنا الوعي حتى خرج الشركة يعني التوعية عندنا الكتيبات عندنا الأجهزة اللي نستخدمها في عملية النقاض نحن طبعا كمعهد متخصص في التدريب والاستشارات في مجال الصحة والسلامة تكون نظرتنا الأولى في وضع المحل لأن نرفع من مستوى ثقافة الصحة والسلامة في البلد للحفاظ على حياة الناس وهو أهم حاجة ممكن شخص حافظ عليها شراكة فعلية تجمع القطاع العام بالخاص على طاولة المسؤولية المجتمعية الملقات على عاتقهما في وضع الخطط والبرامج التوعوية للنهوض بمستوى السلامة المهنية ليؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في معدلات الحوادث التي قد تطال صحة الموارد البشرية في قطاع الأبنية والإنشاءات على وجه الخصص لتلفزيون البحرين محمد رشيدات